السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما كشف المقالة أن الموقف الأمريكي الجديد راجع للاختيارات الاستراتيجية الخاطئة التي تبنتها حكومة بيدرو سانشيز والتي فضلت الاستفاف إلى جانب من تعتبرهم واشنطن أعداءها كما أوضح نفس المقالة أن المغرب استغل هذا المعطى بشكل جيد يصبح بثالي الحليف الأول لبيض في شمال إفريقيا ومديق جبل طارق وشدد كاتب المقالة الذي نشر في الصفحة الأولى لصحيفة لاراثون على أن هذا التحول الاستراتيجي في الموقف الأمريكي ستكون له تداعيات وخيمة على مستقبل إسبانيا والتي ستضعف مكانتها إقليميا بشكل كبير لصالح المملكة المغربية حيث ستكون هذه الأخيرة المستفيدة الأكبر من الوضع وأكد كاتب المقالة أنه توصل إلى الخلاصات السالفة الذكر بعد حديث طويل مع مجموعة من أصدقائه الصحفيين المخضرمين بالولايات المتحدة الأمريكية والذين أكدوا له التحول الحاصل في موقف إدارة بيضا وكذلك التداعيات التي ستطال إسبانيا جراء ذلك اشتركوا في القناة